وخلال قمة جدال الأمن والتنمية أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقال العاهل الأردني في كلمته خلال قمة جدال للأمن والتنمية إن الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري ويتمتعون بكافة الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية مشددا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي لدوره في التصدي للأثار الناجمة عن اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم أننا في الأردن ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية كما نواجه المخاطر الأمنية المتعددة والمتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكمالها وتلك مسؤوليات نتحملها بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لا بد أن يواصل دوره في التصدي لأثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة